نقطة الثالثة يمكن اللي رغم الحالة النفسية الغير مستقرة إلى حد كبير على النجم الفرنسي انبابي طبعا نجم باريس سان جيرمان بسبب غموض يعني غموض مستقبله مع البيس جي انه يمكن يعني كان يقال انه هو بيحب او هو يعني عنده امكانية الرحيل لريال مدريد وكلنا عارفين انبابي كمان كان مثل الأعلى كريستيان ورونالدو لكن تدريبات فريق باريس سان جميل الأخيرة بتشهد طبعا خروج اللاعب عن صمته بعد ما سرخ فيه يمكن في التدريبات وبيقول يا ميسي بيقول طبعا اللعيبة اتفرجوا على ميسي اتفرجوا على هذه الأسطورة الكبيرة وانبابي كانت مثل الأعلى كريستيان ورونالدو لكن لما شاف ميسي في الملعب لما شاف ميسي من خلال التدريبات انبهر انبهار كبير جدا جدا وكان امبابي من خلال التدريبات كان بيشاول لزميله وبيقول لهم اتفرجوا على الساحر ميسي الأسطورة الكبيرة ويمكن زي ما بقول لحضراتكم ان ميسي خلال حتى التدريبات كان بيبهر الجماهير مش الجماهير بس ومش المدرب بس كان كمان بيبهر اللعيبة وكان على رأسهم امبابي اللي كان زي ما بقول لحضراتكم يعني منبهر بأداء ميسي في التدريبات شكرا